هكلمكم النهاردة عن خلطة الحبوب المناسبة للطيور طبعا احنا عندنا الوقتي فيه عندنا بالكم وفيه عندنا فلارس وفيه عندنا دينيبة طبعا يا جماعة بابغاء الدرة الهندي لا يأكل الدينيبة البابغوات عمتا لا تأكل الدينيبة يعني انت عندك العصافير الباجي الاسترالي عندك الكوكتيل عندك الفشر عندك الروز عندك الزبرة العصافير دي كلها بتأكل الدينيبة لكن بابغاء الدرة الهندي لا يأكل الدينيبة يعني لا يأكل الا البلكم والفلارس هذه الحبوب كما هي يعني واضحة امامكم في الصورة طبعا يعني احنا بنتكلم النهاردة عن الخلطة المناسبة ليه بقى؟ لان انت لو زودت في كمية البلكم يعني لو حطت كمية بلكم كتير جدا وقللت كمية الفلارس هيؤدي هذا الى وجود مشاكل كتير جدا المشاكل دي هتأثر على الانتاج المشاكل دي ممكن تؤدي الى مرض السمنة ومرض التشحم عند الانثى وبالتالي هتلاحظ ان فيه ضعف في الخصوبة هتلاحظ ان الذكر لا يستطيع ان يقوم بعملية التلقيح هتلاحظ ان فيه مشاكل كتير جدا هتلاحظ ان فيه خمول عند الفروخ هتلاحظ ان الطائر واقف كاشش وضعيف ركز معايا جدا لو انت اول مرة بتسمعني ما تنساش تعمل اعجاب لان انت يعني مش هتخسر حاجة ما تعمل اعجاب وتضغط لايك لان يعني انت لما تضغط لايك بتساعدنا على ان احنا نستمر في نشر المزيد وكمان يعني بتساعد الفيديو على الانتشار احنا النهاردة هنتكلم عن الخلطة المناسبة للطيور وللعصفير اول حاجة انا النهاردة لو انا هقدم للطيور في فصل الصيف الخلطة المناسبة في فصل الصيف هتكون عبارة عن ايه اول حاجة هتكون معايا طبعا لو انا بقدم الخلطة تيه ليه الكوكتيل او للعصفير الاسترالي او للفشر والروز هقدمها في الصيف طبعا في الصيف مفيش فيه تفريخ يعني الطيور الوقتي مرتاحة مفيش فيه انتاج ولا تفريخ والجو طبعا يعني الجو حر الطيور طبعا ما بيبقاش عندها قابلية للأكل الكتير طبعا الطيور في الشتاء بتاكل كتير جدا طيب الخلطة بتاعتنا في الصيف طبعا فيه خلطة في الصيف وفيه خلطة في الشتاء نركز يا جماعة كويس جدا الخلطة اللي بيكون في الصيف ده أنا بأتكلم بالنسبة ليه عصافير الاسترالي والكوكتيل والفشر والروز هحاول أقلل البلكم على قد مقدر يعني مثلا أنا هعمل ايه اول حاجة هحط كيلو دنيبة مع نصف كيلو فلارس وربع كيلو بلكم يبقى دي الخلطة اللي أنا هحطه يعني بزود الدنيبة شوية بزود الدنيبة لان عشان مش عايز الطيور تشحم مش عايز الطيور يحصل لها مرض السمنة يبقى هحط كيلو دنيبة هحط نصف كيلو فلارس هحط طبعا يعني ربع كيلو بلكم هقلل البلكم على قد مقدر لان طبعا البلكم هو المسؤول عن مرض التشحم انا بتكلم الوقتي عن الخلطة اللي هتكون في الصيف طبعا بالنسبة ليه الضرة والباب غوات طبعا ما بحطش دنيبة ما بحطش دنيبة يبقى هحط ايه بقى هحط هزود الفلارس شوية يبقى كيلو فلارس على مثلا ايه نصف كيلو بلكم تملي يعني دائما بقلل البلكم لان البلكم بيقدي الى التشحم وطبعا هحط طبعا للباب غوات هحط لب لكن طبعا ما زودش اللب كتير يعني ايه ممكن هحط مثلا ايه اتمن كيلو لب على الخلطة يبقى تملي كيلو لب مع كيلو فلارس مع ربع كيلو بلكم ده بالنسبة ليه الباب غوات بالنسبة بقى لفصل الشتاء طبعا فصل الشتاء الطيور بتاكل كتير جدا يبقى فصل الشتاء بقى بعمل ايه بقى فصل الشتاء هحط كيلو بلكم مع كيلو فلارس مع اتنين كيلو دنيبة هنزود الدنيبة كمان شوية احنا دائما يعني بالنسبة ده الكلام ده للعصافير اللي هي الايه الاسترالي لو بالنسبة للكوكتيل هنزود الايه يعني هنخلي الدنيبة ليلة فنخليها نص كيلو نص كيلو على الخلطة عشان ما تضعفش الكوكتيل طيب بالنسبة بقى للعصافير للبابغوات الكبيرة بالنسبة للبابغوات الكبيرة طبعا مفيش فيه دنيبة فاحنا هنحط كيلو فلارس اصاده كيلو بالكم وربع كيلو لب ده كله طبعا عشان ان في الشتة طبعا عايزين ندف الطائر ولو الكلام ده كمان بالنسبة للفروخ لو فيه فروخ تحت الطائر طيب هل الطيور بتاكل يعني الرز يعني هل الطيور تأكل الارز طبعا الرز يا جماعة مفيش منه اي ضرر خالص بالنسبة للعصافير الاسترالي وبالنسبة كذلك للبابغوات الكبيرة طبعا الرز مفيش منه اي ضرر يعني الرز اللي هو بيكون جاف لو انني بقدمه مثلا ليه العصافير الاسترالي ممكن حطه في خلطة الطعام بس بيكون ايه يعني ايه الرز اللي هو يعني مفتت لان الحباية كبيرة طبعا بتبقى صعبة على العصافير الاسترالي طبعا العصافير لو هي مش متعودة على اكل الرز اللي هو الرز الجاف فطبعا ايه بيصعب ان هي تقبل على الاكل من الرز فيه ناس طبعا بتقدموا مطبوخ يعني بتطبخوا وبتقدموا بس طبعا احنا بنقول فيه اكلات ممنوعة ان انت تحطها للطيور زي مثلا الاكل اللي بيحتوي على ملح او الاكل طبعا اللي فيه مثلا زيت طبعا يا جماعة ماينفعش ان احنا نحط للعصافير طبعا بطاطس شبسي ماينفعش طبعا يا جماعة نحط اي اكل بيحتوي على ملح او بيحتوي على اه زيت اه طبعا ماينفعش نحطه طبعا اكل زي مثلا الماكرونة مطبوخة بالتقلية والكلام ده كله اه يعني فيه ناس كتير او بتأكل البابغوات من هذا الطعام اللي هو اللي هو بيأكلوه اه طبعا الاكل ده ممكن يعمل لنا ايه مشاكل اه احنا طبعا بنحاول ان احنا نحافظ على البابغاء على قدر المستطاع ماينفعش طبعا يا جماعة ان احنا نحطه على طول للبابغاء اه على طول فواكه بطيخ 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 على طول اللي انت كده بتسبب الاسهال اه للعصفير والبابغوات اه ماينفعش ابدا نقدم للطيور اي اكل مثلج يعني ماينفعش تجيب الاكل من التلاجة وهو سائع جدا ويتحطه للطيور لان انت كده هتقدي الى مشاكل كتير جدا والى امراض والى نزلات معوية والى اصابة الطيور بالبرد ماينفعش طبعا نقدم الخضروات للطيور والبابغوات الا بعد غسلها جيدا بالماء لان طبعا هذه الخضروات يعني قد تكون تعرضت لبعض المبيدات الزراعية وهذا من اسباب الموت المفاجئ للطيور والبابغوات لازم نحافظ على طيورنا كويس جدا ماينفعش طبعا نقدم للبابغوات والعصفير الفكها بالبذور بتاعتها يعني ماينفعش تجيب التفاحة وتسيبها ببذرها لان طبعا البذور دي لو الطيور اكلتها قد تتسبب في مشاكل كثيرة جدا فالافضل ان انت بتنظف البذور من الفاكهة وبتقدمها بذات بذور التفاح بذور التفاح ماينفعش ان انت تقدمها للطيور هكذا اتمنى تكونوا استفدتم معايا ياريت ياريت ان انتوا تدعمونا بالاعجاب ياريت كمان ما تنسوش تعمل اشتراك ومشاركة هذا المقطع لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة